موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المشاهدين صاد اللهم ساكم عينما كنتم إليكم عنوين النشرة موسيقى جيبوتي وصين تعززان شراكتهم الاستراتيجية خلال اجتماع في الصين ببكين القوات الإسرائيلية تنسحب من جنين وأطول كرم بعد هجوم استمر عشرة أيام من مقدمة النشرة إلى تفاصيلها أهلا بكم التقى وزير الاقتصاد والمالية سيد الياس موسى دولي في بكين بالديبلوماسية البارز في الحزب الشيوعي الصينية سيد ليوجيان نتشاو لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجيبوتي والصين وأقرى اللقاء في مقر الحزب الشيوعي الصيني حيث أقرى المسؤولان مناقشات بنا ومثمرة كما سلطاء الضوء على ضرورة تعزيز الحوار السياسي والاقتصادي بينهما ويعكس هذا اللقاء على الرغبة الأكيدة في المشاركة في قضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون فيما بينهما وناقش الجانبان أيضا القضايا الهادفة إلى تعزيز الروابط التي تجمعهما وبدو أن مذكرة التفاهم على وشك التوقيع مما يرمز إلى خطوة حاسمة في تعزيز الشراكة بين الجانبين خلال المنتدى التاسع للتعاون الصيني الأفريقي أدل رئيسه الصيني شيجين بينغا بتصريحات مهمة للقارى وفي كلمتي الافتتاحية في المنتدى التاسع للتعاون الصيني الأفريقي تطرق الرئيسه حول الخطوط العريضة لهذا المشروع واسع النطاق وقال أن الصين ستفتح سوقها على نطاق أوسع وقد قرر منح الدول الأقل نموانا التي تقيم علاقات ديبلوماسية مع الصين ومن بينها 33 الدولة إفريقية يعفاء من المرسومة الجمريكية لجميع الفئات التجارية ويتضمن هذا التعاون أيضا عنصرا أمنيا ستنفذ الصين استراتيجية التعاون في إطار المبادرة الأمنية الشاملة وسيتم نشر هذا في القارة وسوف نمنح حسب قوله إفريقي أكثر من 14 مليار دولار في هيئة مساعدات عسكرية وندرب 6000 جندي إفريقي وألف رجال من الشرطة وضباط إن قد القانون نظمت وزارة الصحة بالتعاون مع شركائها ورشة عمل لتقديم نتائج المهمة الأولية لوضع استراتيجية الفحص المجتمعي لبرنامج فيروس نقص المناع البشرية لإدز وذلك في فندغ اسكال وافتتحت الاجتماع سيد أمينة فارح إلتري مديرة إدارة برنامج الصحة العامة ثلتها كلمة السيد محمد علي محمد الأمين العام لوزارة الصحة الذي أكد في كلمتي على التقدم الكبير الذي حققته البلاد في مكافحة الإدز وإن استراتيجية الفحص المبكر والوقاية هي جزء أساسي من هذه الاستراتيجية التي ستأخذ دوست أخذ في عين الاعتبار احتياجات المحتاجين وسيساعد البرنامج الوطني لمكافحة الإدز على الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص المعرضين للخطر لتنفيذ هذه الاستراتيجية تلقت البرنامج المتنوعة تلقت دعما من الخبراء الفرنسيين والسندوق العالمي هذا وشرك في هذه الورشة عدد من المسؤولين وفي كلمة له إذن عبر الأمين العام لوزارة الصحة السيد محمد علي محمد عبر عن شكره وتقديره للتقدم الكبير الذي أحرزته البلاد بلادنا في مكافحة جايحة الإدز وأكد على أهمية الاستمرار في الابتكار والتكيف وتكيف الأساليب لمواكبة احتياجات المجتمع المتطور المتطور وأشار إلى أن الفحص المبكر والوقاية يشكلان جزءا أساسيا من الاستراتيجية الجديدة التي ستأخذ بعين الاعتبار السياق المحلي واحتياجات المستفيدين مما سيساهم في تعزيز قدرة البرنامج الوطني لمكافحة الإدز من أجل الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص المعرضين للخطر كما نوها الأمين العام بدور الخبر الفرنسيين والصندوق العالمي في دعم تنفيذ هذه الاستراتيجية وأشهد بالقهود المبذولة من قبل مسؤولية البرنامج الوطني ومنظمة المجتمع المدني خلال عمليات إعداد هذه الاستراتيجية الهامة والآن عزيزي المشاهدين نتابع هذا التقرير الذي سلط الضوء حول الموقع الاستراتيجي لبلادنا مرحبا بكم في جمهورية جيبوت الجميلة دولة تشتهد بثقافتها الغنية ومناطرها الطبيعية القلابة وبنيتها التحتية الرائعة تقع جيبوت في القرن الإفريقي وهي دولة صغيرة ذات طموحات كبيرة وقد جعلها موقعها الاستراتيجي على طول البحر الأحمر بوابة للتجارة الدولية ومركز للربط الإقليمي تفتخر جيبوت ببنية تحتية عالمية المستوى حولتها إلى لاعب رئيسي في الخدمات اللوجستية العالمية بفضل موانئها الحديثة للغاية مثل ميناء جيبوت أضحت بمثابة بوابة حيوية للبضاع التي تنتقل بين إفريقيا وآسيا وأوروبا استثمرت جمهورية جيبوت الكثير في شبكات النقل الخاصة بها ولأسيا ما في الطرق السريعة الحديثة والسكك الحديدية والنظام النقل الجوي المتوسع وقد سهل خط سكة حديد عدس أببا جيبوت الذي تم بنائه مؤخرا للتجارة والاتصال بين جيبوت والدول المجاورة تشهد جيبوت العاصمة تطورا حاضريا ملفتا لاسيما في ذل تشهيد ناطحة الصعاب الحديثة والأسواق الحيوية بالإضافة للمشهد الثقافي النبيض بالحياة اشتركوا في القناة وقفت إلى ذلك تفخر جيبوت بالتزامها بالطاقات المتجددة فقد اعتمدت البلاد الطاقة الشمسية أشعة الشمس الوفير لتوليد طاقة نظيفة ومستدامة تلبي احتياجات سكانها لكنها ليست البنية التحتية فقط جيبوت بلد مليء بالعجائب الطبيعية من المناظر الطبيعية القريبة بحيرة عسل أدنى نقضة في إفريقيا إلى الشواطئ الخلابة على طول الساحل تقدم جيبوت تجربة فريدة لا تنسى لمحبي الطبيعة إن البنية التحتية في جيبوت جنبا إلى جنب مع كرم الضيافة والطراث الثقافي الغني تجعلها وجهة مثالية للاستثمار والصياحة والتعاون كما أن جيبوت تتطلع مستقبلا مشرقا يمكنها من الاستمرار في التطور والإزدهار وتعزيز موقعها الجغرافي على المصلح العالمي الاكتشاف المزيد انضم إلينا للإطلاع عن قرب على عجائب جيبوت حيث تلتقي البنى التحتية الحديثة بالجمال الطبيعي جيبوت أرض الفرص والإمكانيات التي لا نهاية لها حل الكوميديون من بوركينا فاسو المشهورون سوكيسريكي فاتي ضيوفا على القناة المحلية حيث أجروا مقابلة مباشرة في نشرة الأخبار المسائية مع الصحفي أحمد حمد وعقب اللقاء قاموا بجولة في مقر هيئة داعة تلفزيون جيبوت تيدي حيث ثم استقبالهم باستقبال نحار حفوة بالغام من قبل موظفي الهيئة الذين بعضهم تابعوا مسلسل بوبوديوف على تلفاز والتقطوا معهم صورة إذكارية هذا وعبر الكوميديون الذين قادموا من بوركينا فاسو عن الشكر والتقدير لجيبوت على كرم الضيافة وحسن الاستقبال والآن أعزائي المشاهدين لكم هذا التقرير الذي يتحدث عن موضوع رقمنة الجريدة الرسمية لتعزيز الشفافية ولدارة الرقمية في جيبوت الجريدة الرسمية للجمهورية هي النافذة أي دولة سواء كانت تشريعتها أو إدارتها إنها وثيقة أصبحت على مر العقود ذاكرة أمتنا والضامنة لشفافيتها وأمنها القانوني لقد كان النظر إلى مستقبلها في سياق القمين أكثر بمجرد ضرورة الحفاظ عليها للأجهال القادمة وجعلها في متناول الجميع أكثر من أي وقت مضى ومن هذا المنطلق ضلب رئيس الجمهورية رقم الأول لجيبوت تحويلها إلى صيقة رقمية ونتجة لذلك أزدر رئيس الجمهورية مرصوما بضرورة عاية إطلاقها أولا وقبل كل شيء ما هي الجريدة الرسمية؟ تعد الجريدة الرسمية للجمهورية والتي غالبا ما يتم اختصارها بجو ركيزة أساسية للديمقراطية هذه الوثيقة الرسمية هي أكثر لمجرد مجموعة بسيطة من النصوص القانونية والإدارية فهي تعكس تطور التشريع والإدارة منذ إنشاءها في عام 1900 في ظل الإدارة الفرنسية شهدت الجريدة الرسمية لحظات مهمة في جوتي ورافق البلاد في رحلاتها نحو الاستقلال مما يعكس التطورات السياسية والقانونية ومن هذا المنطلق أكلت هذه المهمة إلى الأمين العام للحكومة تحتوي الجريدة الرسمية المخزنة في أرشيف رئاسة الجمهورية بأرشيفها الغني بتاريخ يزيد على قرن على جزء مهم من تراثنا القانوني والثقافي والإداري والحفاظ عليها أمر بالغ الأهمية ليس فقط للباحثين والمؤرخين ولكن لكل مواطن يجب أن يعرف حقوقه وباجباته تجاه الجمهورية دور الجريدة الرسمية متعدد فهو أولا وقبل كل شيء بمثابة ذاكرية للدولة من خلال نشر القوانين والمراسيم والأوامر والنصوص التشريعية وهذا يضمن الشفافية والوصول إلى التشريعات الحالية مما يسع للمواطنين والشركات بمعرفة حقوقهم والتزاماتهم إضافة إلى ذلك تعد الجريدة الرسمية ضرورية لليقين القانوني ومع ظهور العصر الرقمي أصبح من الضروري للغاية أن يكون محتواها متاحا على الإنترنت مما سيسهل وصول الجمهور إلى النصوص الرسمية يمكن للمواطنين الجبوتيين الاشتراك لتلقي التحديثات إلكترونيا وبالتالي ضمان النشر الصريعي للمعلومات وتحت إشراف الوكالة الوطنية لنظم المعلومات الحكومية تم تعبعة فريق ممتاز للقيام بهذا العام ومن منظور أكثر عالمية تعد هذه المبادرة جزءا من جعل الإدارة خالية من الطابع المادي وهي عملية تحول أساسية تهدف إلى جعل العمليات الحكومية أكثر كفاءة ويمكن الوصول إليها وصديقة للبيع ويتضمن ذلك نقل العمليات الإدارية التقليدية القائمة على الوسائط المادية مثل الورق إلى الأنظمة الإلكترونية مما له تأثير كبير على طريقة عمل الحكومة وتفاعلها مع المواطنين توفل الأنظمة وغير المادية قدر أكبر من الشفافية يمكن المواطنين والشركات تطبع حالات طلباتهم في الوقت الفعلي مما يزيد الثقة في الحكومة ويمكن للحكومات أيضا جمع المعلومات وتحليلها لتحسين الخدمات والسياسات وللقيام بهذه العملية قامت الدولة بالاستعانة بشركات استشارية وطنية لهذه المهمة على المستوى الوطني الجليدة الرسمية للجمهورية هي أكثر من مجلد مجلة إدارية بسيطة هي أحد الكائز التمقراطي التي تضمن الشفافية واليقين القانوني وإمكانية الوصول إلى التشريعات لجميع المواطنين مع تطور بلدنا إلى العصر رقمي وقع ظهر اليوم السبت السابع من سبتمبر 2024 حادث سير قرب تقاطع عارتة حيث تصادمت شاحنة أثيوبية بحافلة كانت تنقي المسافرين عائدين من أثيوبية بعد قضاء عطلة الصيف ومتجهين إلى العاصمة أسفر الحادث عن إصابة حوالي 15 شخصا بينهم أربعة في حالات خطرة هذا وهرعت فرقة الصحة أو فريق الصحة والدفاع المدني إلى مكان الحادث وقامت بإسعاف المصابين إلى قسم الطوارئ في مستشفى بلبلة وفقا لمسؤولية درك المروري في الموقع فإن سبب الحادث يعود إلى عدم احترام قوانين المرور بما في ذلك توجاوز تعليمات التعليمات الخاصة بالمنحدر كما في عارتة إذن في تقرى عفوا وقع حادث مروري وأدى هذا الحادث إلى إصابة 16 شخصا أربعة منهم حالتهم خاطرة وهذا وقام الفريق الطبي من منطقة جورة بتقديم الإسعافات الأولية بعد أن توجه إلى موقع الحادث على الطريق بلح تاقورة وقدم الإسعافات الأولية حيث تم نقل المصابين الأربعة الذين كانت حالتهم خاطرة في نفس اليوم مساء نفس اليوم إلى العاصمة من أجل تلقي العلاج المكثف هذا وإذن كانت سيارة متقهة إلى منطقة جورة صدمت بعد الموطنين الذين كانوا على طريق بلح وتجورة هذا وتطلب السلطات المحلية الخاصة بالدركة الموطنية باحترام قوانين المرور من أجل تفادي الحوادث إلى الموضوع الفلسطيني إذن القوات الإسرائيلية تنسحب من جنين ودول كرم بعد هجوم استمر عشرة أيام قوات الإسرائيلية تنسحب من الجنين ودول كرم بعد الهجوم استمر لعشرة الأيام انسحاب الجيش الإسرائيلي من مدينة جنين ودول كرم شمال الدفة القربية بعد طغل استمرار عشرة الأيام اتسم بهجمات الديمية أصفرت عن الاستشهاد 36 الفلسطينيًا ويسابة عشرًا وذكر المشهود العين أن القوات الإسرائيلية قادرت أدو الكرم ومخيمها للاجئين بعد أخلت أجنين ومخيمها في وقت السابق من اليوم وفاذوا أيضًا أن القوات الإسرائيلية خلفت وراء المشهد من الخرم مع تدمير الهائل لبنية تحتها والمنازل وقد تم قدع الخضود المياه والكهرباء والاتصالات بسبب أعمال الحفر والتدمير التي أحدثتها الآلات اللبنية الإسرائيلية في منطقة المحيدة وصلت تويتراتس إلى نقضة الأزمة في جميع أنحاء دفع القربية المحتلة مع الاستمرار الإسرائيل في هجومها على القداع القازة والذي أودي بحياة ما يقرب 40.900 فلسطيني معظمه من النساء والأطفال أعين رئيس الفرنسي إمانويل مكرون الوزير السابق والمفوضة الأوروبية اليمينية السابقة ميشيل بغنيا البلغ من العمر 73 عاما رئيسا للوزراء الخميس بحسب ما أعلنه قصر الإليزيه بعد 60 يوما من الانتخابات التشريعية وبذلك أخلف رئيس الوزراء جابرييل أتال كرئيسا للحكومة وكلف الرئيس الفرنسي رئيس الوزراء الجديد بتشكيل الحكومة ويتعين عضاء الحكومة بموجب مراسم رئاسية يوقعها رئيس الوزراء إلى كينيا وأخرة التطورات مع الزميلة فردو سبوح بعد أن لقي 17 تلميدا على لقل حتفهم وفقد 70 آخرون بعد شب حريق في المسكن التابع لمدرستهم 17 تلميدا على لقل حتفهم وفقد 70 آخرون بعدما شب الحريق في مسكن التابع لمدرستهم في وسط الكينيا ليلة الجمعة بحسب المسؤولين بينما يسعى قارب الطلاب للحصول على أي المعلومات بدأ الحريق في أكاديمة هيل ساند اندر في مقادعة النيري حوالي منتصف الليل حيث التهم غرفا كان ينام فيها أكثر من 150 دفلا وأعلن رئيس وليام روتو الموجود حاليا في بكين لحضور قيمة السينية الإفريقية الحداد لثلاثة أيام اعتبارا من الاسنين فيما وصفه بمأساة لا يمكن تفسيرها وأمر المسؤولين بالتحقيق بشكل شامل في هذا الحدث المروع وقالت شردة إن المتوسط للأعمار الدحاية كان حوالي 9 سنوات قال نائب رئيس الكيني للسحفيين أمام المدرسة ما زال لدينا 70 دفلا في عدد المفقودين وهذا لا يعني أنهم لقوا حتفهم أو أصيبوا الكلام هو أنهم في عدد المفقودين تقرأ أيضا عمليات الاستجابة حاليا ضد دواباء الجدرية الذي يصيب 12 دولة في القارة السمراء عمليات الاستجابة حاليا ضد دواباء الجدرية الذي يصيب 12 دولة الإفريقية وأضلق المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة السيحة العالمية الجمعة خضة الاستجابة ويأتي ذلك بعد ثلاثة أصابيع من الإعلان منظمة السيحة العالمية أن الموجودة التلوث الجدري في إفريقيا هي حالة الذوار العالمية يجب أن تستمر استجابة للمرضى 6 أشهر وتضلب 600 مليون دولار ويجب أن يتم تنظيمه حول مراقبة الوبائية والاختبارات الألعاملية والمشاركة للمجتمع بالإضافة إلى حملة التدعيم القادمة منذ البداية العام سجل المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أثر من 5000 حالة إسابة مؤكدة بالجدري مع 6043 حالة وفاة وهو ما يمثل زيادة الحادة في حالات العدو ولوفايات المقارنة بالسنوات السابقة وشكلت حالات في كونغو 91% من العدد الإجمالي وتصيب معظم الحالات الجدري في كونغو وبروندي تساني أكثر دول تضرر أطفالا تقل أعمالهم عن 15 عاما للموضوع الرياضي ذا نتوج الوفدة الفرنسية البارالنبي يوم الجمعة السادس من سبتمبر بميدالية 65 خلال دورة اللعاب بباريس البارالنبي التي ستختتم غدا الحد وفي اليوم التاسع من الألعاب واصل الرياضيون الفرنسيون تعلقهم بعد تحقيقهم ميداليات جديدة بما في ذلك ميدالية برونزية التي فازت بها السباحة البارالنبي إيميلين بير في سباق 100 متر الذي أقيم في حوض السباحة الخاصة بالألعاب البارالنبي وبيير التي كانت في السابق لعبة جون باز وتعرضت للرصابة ظهرت آداء مميزا في المنافسات حيث أحرزت الميدالية البرونزية في حين احتلت أنيال روفيها الفرنسية الأخرى التي تأهلت إلى النهائي المركز السابع بهذا الإنجاز يتفوق الوفدة الفرنسية البرنبي على إجمالي الميداليات التي حققتها لبعثة الفرنسية خلال مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 عزيزي المشاهدين إذن بهذا قد وصلنا طبعا إلى نهاية النشرة أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة أترككم في رعاية الله وأمنتي إلى اللقاء